مرحب يكون مشاهدين عن جديد أنا وجوج نضمينا رجعنا لنتابع حلقتنا لنهار الثانين ورجعنا نحكي موضة اشتقنا هالفقرة من حبة فاليز من إلا ولكوم باك للإمج ان فاشن كنسلتن دانا ملاعب هلو صباح الخير صباح نور ونحن كمان هاي أطول مرة هاي دي أطول مرة عن جد بعدين اشتقنا حدا يتغزل فينا عن جد أنا قلت شو عم تعملوا بلاي للأمان المتصلين بيتغزلوا أنت بتتغزلي هو يا اليوم تتجننوا جميعا كيف سحب الكعج واللوكس لانه مرة أهداء عاملتك بدنا أشياء عاملتك لا يا شوفوا طفيري أنت يسرح إلى من واحد من وليس كل شي انتوا منエطيع كلهم تمام شو موضوعنا اليوم ما تتخيلوا شي مرحب بصيفية عراف نعم حالك يعني بوث عالقد محمد لأن هذا الحلقة كثير عمد ورح تساعدنا كتير بس بدنا نتجهز العرس عظيم يانا صباح الخير وأهلا وسهلا فيكن اليوم رح نحكي wedding season مش معقول نكون عم نطلع ونحكي مودة وما نبلش بأول حلقة ونقول شكيف لازم نتحضر أو شو لازم نلبس على موسم العرس كلنا منتلبك كتير وأكيد عنا أكتر من عرس بهيد الصيفية أو أكتر من بارتي بدنا نسأل حالنا سؤالين قبل ما نروح العرس أول سؤال شو هي الإمج يلي بدنا نفرج حالنا فيها كيف عبالنا يعني نلبس وكيف عبالنا الناس تشوفنا classic, formal, شي كتير over, شي كتير simple, شي beach inspired وتاني سؤال بيسهل علينا كتير هو وين معمول هالعرس أو البارتي لأنه كمان كل مكان فيه إلو style محدد وإمج معينة لازم نعتقدها in fashion رح بلش وراي بالأشخاص يلي بدون يلبسو شي classic وformal بس والformal يعني maxi dresses والماكسي dress هو وقت يكون معزومين على black tie أو على event فيها سهرة عشية أو على حدا قريب بيقربنا أو نحن قرب من الbright side أو the groom side أول أربع selection of dresses ورايه هنه simple classic cut وclassic colors هنه كلهم من الأشياء يلي trending هالسيزن رح بلش وراي مع أول dress لليوم ما هو هال plum أو هال purple dress يلي جاي halter neck الhalter neck هي الأبة العالية واللي بيجي ظهرها مفتوح هيدا للدرس بيعطي كتير بوستر حلوة للجسم بيعطي جمال وإنفسز على الكتاف لونه كتير in trend والflowiness هيك تحت من الflowiness طبع ال skirt كتير حلوة وبتخلينا نحس إنه it's very elegant بتاني صورة عم نروح لعند dress أكتر shape على قد الجسم وهال dress هو للأشخاص يلي عبالون to emphasize shape طبع البادي بالأخص يلي اشتغلنا عليه كل الشطة لنجي على عرس ونلبس فستان دايق وهال dress باللون ال pink ال pink من الألوان اللي ما بتروح مدطق وبتضل درجة كل السنة بتالت صورة ما فينا ما أختار لون أسود لأنه هو the royal color of the season وإذا احترنا عطول بقلكن خلينا نلجأ للون الأسود لأنه هو classic وما بيغلط هال dress is a very simple dress كمان دايق قصته كتير حلوة وفيها ال addition أو هالإضافة اللي كتير مميزة على الرقبية اللي عطي الدرس تقل و elegance وكأنه cape صغير على الأرض بتالت صورة للأشخاص بآخر صورة actually للأشخاص يلي عبالهم يلبسوا شيء أكتر fun fun يعني منقول ruffles منقول طبقات منقول tool شيء لنتحرك نرقص ونكون مرتحين بحالنا وبجسمنا هال cut كتير classic ما بحياتها بتروح موضطة strapless dress واسع على منطقة الخسر كتير مهدومة وفينا نعمل لهم كلهم لهول dresses styling بالطريقة يلي بدنا إيه إضافة accessories إضافة make up exaggerated أو حتى منمال ميكوب كل شيء بيلبق لهم لأنهم منهم over classic elegant ومن colors يلي هني classic كمان رح نكفي سوا ونروح لعند second look لليوم هيدا للأشخاص يلي عبيرهم يختاروا print وبالزيت flowers flowers كتير درجين هالسنة ودرجين على كل ألوانهم flowers الصغار الكبار printed الملوانين كتير لون واحد هال dresses كلهم بيصرخوا summer وإذا عبالنا نروح لشي summerish لحفلة هيك نكون funky بس بنفس الوقت in trend florals هني go to dresses طبعنا بأول صورة عمشوف هال lila dress in blue and purple تقريبا إلو فتحة على الإجر إلو ruffles على الجنب هيك صغار مهضومين off shoulder سوبر ناعم إذا منشيل شعر نبان لأنه هلأ التقس كتير شوب ورتوبة trust me كنت بعرس مبارح كل العالم اللي رابطة شعره هن العالم اللي نجحت معهم الأشخاص اللي فالتين شعرهم كتير تعذبوا من الرتوبة والشوب بتاني صورة كمان عم ناخد هال classic fit dress وباللون الفوشية حلو كتير إنه flower print علينا هالفستان باللون الأحمر وأنا هاي الcombination من الcombinations اللي أحب على قلبي هالفستان كلاسيك فينا نلبسه قد ما كان عمرنا وبيناسب إماتنا وبينسبنا لإلنا وبنفس الوقت بيبين الجسم كتير elegant وبيعتي form كتير حلو on the hips بتالت صورة عم شوف كمان هال playful dress أقل classic من تاني واحد لأنه strapless ولأنه إلو فتحة أو slit على الإجر بيلبق له كل ألوان الأكساسوريز كل ألوان النكلسز فينا نروح exaggerated بحلق كمان flowers فينا نروح بlayering لنكلسز نطلع كتير معدومين وسوبر on trend كمان بتالت صورة عم روح لعند off shoulder هيدا الكت كلاسيك بس اللون طبعه والprint شوي فاتحة كمان بتصرخ summer وهال two colors يلي هنه purple and white أو off white أشخاص كتير بيحبون بيلبقوا كتير على skin tone طبعنا in summer نحن وتاند راح نكفي مع بعض ونروح لعند third selection of a day وهلأ للأشخاص يلي معزومين على beach party بس قول beach party أو beach wedding يعني عن جد decks on the beach يعني منمشي على الرمل فينا نكون لابسين slippers ما ضرورو ينلبس كعب عالي هيدا الwedding عطول كتير حلو نلبس عليه something super simple و minimal لنقدر نرقص لأن الأشخاص اللي بيعملوا عرس على البحر أو حفلة أو bachelorette على البحر بيكونوا قصدين عالم يجوا مرتحين ليقدروا لو يرقصوا ويتحركوا على الرمل وعلى الشط وهيك وراي أربعة لكس من satin dresses يلي هني بيتلاقوا بالسوق سهل إذا عنا last minute shopping إنه نلقيهم وألوانهم من classic colors ومن primary colors وبيلبقوا لكل skin tones إنما كل واحد فيهن فيه له neck مختلفة بس اللقماشي هي زيتة وتقريباً الطول والcut هي زيتة بأول صورة عم نشوف هال high neck يلي كمان إلا كيب على الرقبة للأشخاص يلي بتحب تبين هيدا المنطقة وتطول الرقبة بتاني صورة عم نشوف simple dress إلو straps كتير رفاع وإلو سلت على الإجر كمان حتى exaggerated eatings كلهم sparkle ولا أنعم وحتى الشعر ما ضبوب هيك بيطلع كتير حلو للأشخاص يلي عبالهم يكونوا simple وما عبالهم كتير يفكروا dress اللي بالنص هو go to dress تبعكن بتالت صورة أكتر fitted على منطقة الخسر وعلى منطقة الصدر لأن مش كل العالم بتحب قدي مشت الساتين loose فبيحبوا يلبسوا شيء أكتر يخصورهم أو to emphasize area معينة اللون الأحمر اللي كل سايفية بفتش على فصان أحمر إلبسه ومش كتير عم تنقش معي لأنه ما عملاقش وبده بس هو من fire colors و hot picks of the season وهال dress كتير ناعم مع earrings statement أو مع accessories بيطلع كتير حلو بآخر صورة عم نشوف هال color يلي بيلبق كتير على white girls يعني أنا بتخيل كتير رهف بcolor من هيدا ال color بالأخص plum و shade of purple بيلبق لكتير لل undertones تابعة بيلبق للبنات البيض أكتر من السمر هيدا هيك أنا بالنسبة لإلي و it's knowledge يعني بعرف إنه ال purple من الألوان يلي emphasizes لأنه بيغمق ال skin tone بطريقة حلوة وبيعطي highlight كتير حلو على white skin رح نكفي مع بعض la fourth selection of the day وهون عم نشمل للأشخاص يلي عبالوا نيلبسوا شي modest أكيد مش كل الناس اللي بتروح على أعراس عبالة تلبس إشي مفتوحة و open back أو تبين كتير skin في كتير ناس وبعرف إنه هن من الأشخاص اللي كتير بتعذبوا ليلاقوا dresses بحبوا يلبسوا شي modest مادست مش يعني كله مسكر فينا نكون عم نبين بيكابو من الشولدر فينا نكون عم نبين إيدينا فينا نكون عم بينا نبين مسكن على قد ما نحنا منحب وعلى قد ما هي التايست طبعنا بأول صورة هالدرس بياخد العقل لونه والموذمن طبع الكيب اللي عليه باللون الأصفر هو ماشته كتير سمبل وسوبر كلاسيك جميل كتير مادست كتير حلو وإذا منلبسوا على العرس بتضمن لكم حتكونوا لابسين statement piece وما حدا لابس مثلكون بتاني صورة هاللي لا dress كمان أو purple dress ياللي half shoulder أو off shoulder بس مش كتير exaggerated أنجأ منشوف التب تبع الشولدر تبعنا جيينو skim hugging أو لابس الجسم من فوق كتير حلوة مع أنه لوس ومن تحت تضيق للأشخاص ياللي ما بيحبوا كمان يلبسوا واسع من فوق وواسع من تحت أو كتير flowy dresses هيدا dress go to dress طبعنا بتالت صورة عم شوف هال black dress in high neck كمان باللون الأسود أبتو عالية والكمة تبعه مش كتير strapless إنما كمان فينا نسميها modest حلو كتير مع هال dress إنه فينا نروح جنون بالmakeup فينا to exaggerate باللبس بالأخص أحمر فوشية أو لون كتير قوي وفينا كمان نضب شعرنا بطريقة لأنه أبتو عالي to emphasize makeup والجوليري إذا عبالنا نزيد هالإضافة بآخر صورة عم شوف هال knee length dress باللون الأبيض كمان أطول من الركبة بشوي كمان modest وجينو skin كمان off shoulder بطريقة كتير حلوة لل dresses يلي إلهم movement على منطقة الكتف هن من الفساطين يلي كتير درجين حتى أنه فينا كتير نلاقيهم بالسوق رح روح لعند آخر category لليوم وآخر selection لفور looks ورح روح لعند الأشخاص يلي عبالوا أن يلبسوا أكتشلي مش آخر واحدة بعد في غير looks رح روح لعند الأشخاص يلي عبالوا أن يلبسوا mini أو micro كل ما نكون معزومين ع عرس بفتكر منركض لنشتري شي طويل بس الفساطين الأصيري ما بتتخيلوا شو حلوين بالصمر ما بتتخيلوا قدي حلوين على beach wedding أو على محل open space فإذا نحنا مترددين أنه نشتري فسطان أصير هيدا هي لتروحوا وتلاقيوا a mini dress بسوق وتشتروا وراهي أربعة options من very colorful pastel على nude mini dresses هالفساطين كتير حلوين وكلهم فيهم ألمنت واحدة مشتركة وهي papillon أو البو وهي دي يلي زيدي هال feminine touch على هال four looks بأول صورة عم نشوف هال pink dress هو mini وفيه له papillon كبير ورا ونازل مننا هيك اتنين منشوفهم من ورا بتاني صورة هال light blue أو sky blue dress إله papillon على منطقة الصدر كتير مهدوم والحركة تبعه كتير حلوة بتالت صورة عم نشوف هال gold touch of sparkle بيلبق كتير لسهرة عشية تنكون مرتحين مع gold heels وسوبر gold accessories منطلع super stars على الأد وكمان إله حركة صغيرة من ال papillon أو البو على منطقة الخسر وبآخر صورة عم نشوف هال mint green dress يلي كمان من colors of the season وإله كمان papillon مهدومة بس الفرق بينتهم هن قصة الصدر وال length طبعه كل papillon وين محطوط على placement طبعه بس هن كلهم بنفس theme وبنفس الموت رح نروح لعند آخر four selection of looks وهيدي للأشخاص يلي ما بدون يلبسوا فساطين بدون يلبسوا sets بس قول sets يعني عم روح على شي جريء وأكتر يعني ما حقلتقي بكتير عالم بعرس لبسين sets لأنه الناس عادة بتروح لدرس بتروح حتى لـ overall يمكن أكتر أو بتروح لـ mini dress بس ما بتروح لـ sets مع بعض وراي four options لـ sets أول واحدة هال skirt الday eye اللي كلها shimer مع الكrop top كمان كلها shimer هيدا إذا بتنلبس بالليل تعملوا هيك يعني ما يفرقوكن أنتو والchandelier يلي حطينا بالإيبنت لأنه عن جد بتصيرو disco ball حيلا light بالليل بيدرب على هيدا الkind of outfit المرايا بيصيرو يبرقوا برق إذا أنتو من الأشخاص العبائلكن تبرقو حيدا اللوك لإلكن بتاني صورة عمشوف هال red set يلي كمان هي skirt لطول الكاحل ومع هال crop top النعمة ومهدومة super simple minimal وكتير مريحة لك بتاني صورة عمشوف pants و crop top كتير مهدومين وكتير جريئين وحلو للشخص يلي بيحب يلبس هال style أو عباله يكون غير إنو جرب هيك مش ضروري أسود فينا نروح لقلوين مختلفة بس إذا بدنا نتجرق ونجرب لأول مرة البلاك هو go to color طبعنا عطول بأي trial and error بدنا نجرب بالأسود وبآخر صورة لليوم عنا هال set يلي هي purple set high neck كمان crop top إذا نحنا منشويب والعرس مش بالجبل فينا نكون عم نلبسها crop أو no scheme أو strapless بس إذا عم نطلع على عرس بجبال عشية في لدعة هوا كتير حلوة إذا لبسين هيكة ولكس مع كم طويل حننبسط كتير فيهم إن شاء الله تكونوا حبيتوا هال wedding looks واستفدتوا منهم وبدأ لكم شغلة شو ما لبستوا إذا أنتم مرتاحين بحالكم ومرتاحين كيف مبينين ومقتنعين باللوك تبعكم كل شي بيبين حلو واللي مبسوط باللوك تبعه واللي مرتاح هالشي بيعكس علي لبرة ومنقدر نشوفه لو شو ما لبس on trend مش on trend مش اللي بقلو الثيزينج تبعه غلط صح هيكة من جوة بس نكون مرتاحين تشاينز لبرة وكل العالم بتنتبه وبتبينه أحلى عالم تانكيو لقلكون وإل سيو بالنكست أبيزود كتير حلو كيف ختمت السيجمينت دانا عن جد يعني هيكة بتلقصي بركي كل فكرة السلف استيم والسلف كونفيدنس عند البنات لأنه بسير بدون يتمثل بحدا وهون يوقع فدايما الراحل من جوه مزبوط وهي هالقيام عم نشوفه كتير وعقدما منشوف منخاف قديش أنه أكيد مش نبينة حلوة أكيد السكن تبعه مش فلاليس أكيد شعري مرح يزبط بس إذا مندقق بالتفاصيل ما في شيء بريفكت كل الناس السكن تبعه مش فلاليس وكل الناس عندها أشياء مش مرتاحة فيها بجسمها لو هالقد ضعيفة وما بتيكل شيء كل النهار في ناس كل العالم عندها فنحنا لازم يكون مرتاحين بحالنا ونتأكد أنه كل الناس قريب ومرتاحين بالإنسكوريتيز تبعهم لحتى الناس تشوفنا حلوين مثل ما نحنا متشوف حالنا طارفة أنا كمان بدي ضيف شغل ما ناخد فاصل أنه دائما منلاحظ كل السنة لما يصير فيه تراند ما بيكون فيه تراند واحد أو ستايل واحد في عنا ديفرسيتي أو كالرز ديفرسيتي أو ستايل فسيدة أو الشاب في عندهم مثل موسوعة يقدروا يختاروا خيالي لو بينزل تراند ستايل واحد ملزومين فيه وهي السؤال كتير حلو لأنه شكرا دانا هيا نقول ستايل 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 والحلقة كتير حلوة يلا نشوفك